بحث أزمتي سودان وليبيا في قمتين أفريقيتين طارقتين بالقاهرة ضمن أخبارنا الخمسة لهذا اليوم مساء الخير متابعينا خبرنا الأول من الفضاء حيث كشفت دراسة جديدة أجرتها وكالة ناسا أن رواد الفضاء يمكنهم استخدام نظارات سباحة عند السفر إلى كوكب المريخ لحماية عيونهم وأوضحت أن هذه النظارات تتمكن من حماية القدرة على الإبصار في وقت يتعرض رواد الفضاء على مثل الرحلات الفضائية الطويلة بمحطة الفضاء إلى تغييرات تلحق بعيونهم وتستمر لسنوات لسيما ما يعرف طبيا باسم ضغط العين احتفالا بعيد ميلاده الأول الذي يوافق اليوم الثلاثاء نشر الأمير البريطاني ويليام وزوجته كيت ميدلتون ثلاثة صور جديدة لابنهما الأصغر الأمير لويس وتظهر صورتان لويس الذي بات يشبه والده دو كامبريج بشكل كبير في إحدى الغبات حيث التقطت كيت الصور قبل فترة المدلل الصغير لويس هو الخامس في ترتيب ولاية العرش وتم اختيار اسمه نسبة إلى جد الأمير فيليب في خبرنا الثالث قالت ثلاثة مصادر حكومية وعسكرية في سريلانكا لرويترز إن الشرطة تحتاج زوم مواطنا سوريا لاستجوابه بشأن الهجمات التي وقعت في عد الفصح وسهدفت كنائسة وفنادق كما أعلنت حالة الطوارئ في البلاد بالتزامن مع بحث السلطات عن المسؤولين عن الهجمات الانتحارية إلى المغرب حيث نقلت وكالة رويترز عن وسائل أعلام مغربية قولها إن السفير الإماراتي بالرباط علي سالم الكعبي غادر البلاد الأسبوع الماضي بشكل مفاجئ بناء على طلب سيادي عاجل من أبو ظبي من دون توضيح تفاصيل ولم تعلق الخارجية المغربية بشكل فوري كما لم يصدر أي تعليق من الجانب الإماراتي حول مغادرة السفير الذي لم يمضي على تعيينه عام وكان ناصر بوريطا وزير الخارجية المغربي قد بدأ جولة خليجية بداية الشهر الجاري شاملت السعودية، الكويت، البحران وقطر ولم تشمل الإمارات خبرنا الأبرز اليوم من مصر حيث أعلنت الرئاسة المصرية في بيان لها أن القاهرة التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي استضافت اليوم قمتين إفريقيتين طارئتين لبحث الأوضاع في السودان وليبيا وهذه هي المرة الأولى التي يلتق فيها قادة أفارقة على هذا المستوى للبحث في الأزمتين القائمتين حيث تبحث القمة الأولى الأزمة السودانية لسيما بعد تعليق التفاوض بين حركة الاحتجاج والمجلس العسكري الانتقالي الحاكم الذي يطالب برفع الحواجز التي تغلق الطرق المؤدية إلى مقر قيادته في حين تبحث القمة الثانية آخر التطورات على الساحة الليبية وسبل احتواء الأزمة الحالية وأحياء العملية السياسية والقضاء على الإرهاب موجزنا انتهى لليوم أي خبر أثار اهتمامكم أكثر؟ شاركونا تعليقاتكم حول الموجز ولا تنسوا متابعة صفحاتنا على فيسبوك، انستغرام، وتويتر أراكم في موجز جديد